قالت وزارة المالية إن الموازنة العامة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي سجلت عجزاً بعد المنح بقيمة 540 مليون دينار أي بارتفاع نسبته 70% عن ذات الفترة من العام الماضي العجز جاء نتيجة تسجيل الإيرادات المحلية ارتفاعاً بنسبة 3% لتصل إلى 3 مليارات وتسعمائة مليون دينار في أول سبعة أشهر لهذا العام مقابل 3 مليارات و800 مليون دينار للعام الماضي أما المنح الخارجية في الموازنة فقد بلغت 134 مليون و100 ألف دينار بانخفاض نسبته 46% عن ذات الفترة من العام الماضي وبلغت 249 مليون دينار في المقابل ارتفع إجمالي الإنفاق إلى 4 مليارات و600 مليون دينار أي بما نسبته 48% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الماضي نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بنسبة 4% والنفقات الرسمالية بنسبة 11.1% إجمالي الدين العام بلغ بنهاية السبعة أشهر الأولى من هذا العام 26 مليار و 550 مليون دينار أي بزيادة 2% في حين سجلت راجعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لذات الفترة ليبلغ 94.1% ترجمة نانسي قنقر